ورحمة الله. حبايبي طلاب جونيور فور. هنبدأ مع بعض شرح المنهج بتاعنا الجميل من كتاب المعاصر. علشان معظم الناس مع كتاب المعاصر ونبدأ واحدة واحدة. وهركز لك وانا بشرح على الحاجات اللي انت تحفظها. علشان ما تبقاش تاية. وعشان تبقى مركز معي. نبدأ مع بعض. نبدأ مع بعض. يلا بينا جونيور فور. اول لسن بيتكلم عن ايه? بيتكلم حاجة اسمها كلمة معناها التكيف. طب هو بيديك ايه? بيديك صور للأديبتيشن. نمازج للأديبتيشن. ايه الحيوانات اللي بتعامل أديبتيشن? يعني كلمة أديبتيشن? يعني تكيف. ازاي الحيوانات بتقدر تعيش في الاماكن بتاعتها? ازاي كل حيوان بيقدر يتكيف ويعيش في المكان بتاعه? فهو ده الدرس الاولاني. بيتكلم عن الحاجات دي. نبدأ مع بعض? نبدأ مع بعض. فمثلا بيقول الجمل. الكامل ده عايش فين? عايش في الديزرد. فربنا خليق له ايه? خليق له يعني عنده شعر مميز سميك شوية. ليه? علشان يحميه من الهوت ويزر. يبقى ممتع البساطة. انت هتعرف ان الكامل. الكامل عنده ايه? طب الجمل ده مش فيه في الصحر فيه? اه فيه طب البالمتري دي عندها ايه? البالمتري دي عندها جزور قوية. وعندها على الورق بتاعها واكس. طبقة شمع. الجزور القوية علشان تسبتها. ما هو في الصحراء بالليل يبقى فيه هوا جامد. فعندها جزور قوية عشان تسبتها. طب عندها واكس. عندها شمع على الورق بتاعها. علشان يحميها من الشمس. الكلام سهل جدا. فوش اي حاجة. تخيل معي ان في قصة. انت القصة دي فيها الجمل. وفيها البالمتري. وبنمشي مع بعض في حدث القصة. فالموضوع سهل. بلاش تصعبه على نفسك. تمام? ده كده بالنسبة الاول جزء. بتكلم على وبتكلم على مين? على الجمل. طب تمام? نخش مع بعض. بعد كده هناخد حيوانات تانية. كل حيوان عايزك تعرف منه ازاي هو بيعيش. تمام? على فكرة فيه اختلاف شوية بين النسخة دي ونسخة الجديدة. وانا ان شاء الله من المرة الجاية هشرح لكم من نسخة الفين اربعة وعشرين. بس اول درس هبدأ كده معاكم من نسخة الفين تلاتة وعشرين وبعد كده بازن الله نجدد. بس امثلة كده مع بعض على الحاجات اللي بتعيش في فانا بقول ايه? ايه اللي بيعيش في حاجة اسمها الاجمال الزرد اللي هي مين السحلية? بص فين? واخد بالك منها السحلية هي. تمام كده? ماشي عشان انت مركز معي. يبقى انا اللي عايزه منك انك ايه? تعرف دي بتعمل ايه? بتعمل حاجة الفلانية. بتعمل ايه? بتعمل تتكيف. تتكيف ازاي يعني? ازاي تقدر تعيش في في الحر? ان هي بتعمل ايه? ان هي بتعمل حاجة اسمها تستخبى. تستخبى فين? جوه الجحر. خلاص? انشدد اريا. يعني الجحر. فانت منظر اوه شايف الليزرد? عايشة جوال بارو. دي الليزرد. ففي عندي بعد كده البالمتري اتكلمنا عنها. طب الهيومان ممكن يحمي نفسه ازاي من الديزرد? يحمي نفسه من الديزرد او من الهوت. من الشمس. عن طريق مين امبريلا. كل ده بيعمل اسمه ايه? يعني 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 يتكيف عشان يقدر يعيش. انت لما يكون الجو حر بتلبس نصكم. ده اسمه ايه? طب الجوة لما يبقى بتلبس ايه? بتلبس كوت معطف او بتلبس جاكت. نكمل مع بعض. فكلمة بقى تعرفها ايه? وطب هنا احفاظها ازاي? عايزك تحفاظها بشكل بسيط جدا. هتقولي كده. طبعا كلكم هتعودوا تتكلموا تقولوا كلمة دي كلمة قيلة يا مستر. مش عارفين نحفاظها كلمة بس بس بمطالة هتقول كده. قسمها على مقاطع. قول ايه? تاني كده يعني ايه? معناها الصفة. اللي بتساعد الحيوانات عشان تقدر تعيش وتتكاثر. يعني يعني تتكاثر يعني تخلف. هقولها تاني. ايه معناها? تقولها تاني كده. بتساعد ايه? يعني الصفة دي. صفة التكيف. بتساعد كأن الحي في ايه? حفاظها كده. ايكوسيستم البيئة. المنطقة اللي عايش فيها. الكان الحي. فكلمة ايكوسيستم معناها اريا. ايكوسيستم يعني اريا. ايكوسيستم يعني اريا. منطقة. in which living and non living. بيتفعلوا مع بعض. يعني منطقة اتفعل فيها الكان الحي مع الحاجات الغير الحية. يعني قولها تانية لها. اريا. in which living and the and the non living انتر اكت. ناشي? تعال بقى ناخد مع بعض. هل فيك انات تانية بتعمل? اه طبعا. هناخد مع بعض. ده قدامك مين ده? مين الجميل العسل ده? اسمه بنجوين. اسمه ايه? بنجوين. بنجوين ده دايما مربوط بالايه? منطقة اسمها ايه? اللي هي انترتيكا. انترتيكا اللي هي منطقة الجالدية. ماشي? هناك الجو ساعة جدا. بس انت لما تيجي تبص كده لبينجوين تليه وقف على الساعة ولا همه. مش همه الساعة. لكن انت لو مساكت في ايدك ايس حيث التالجة هتوقع تعمل ايه ده ايه ده? التالجة التالجة تالجة صح? هو وقف على التالج ولا همه. ليه? هنعرف ازاي البينجوين بيعرف يقف على التالج ومش همه حاجة? وازاي بيستحمل الساعة? ده اللي احنا عايزين نعرفه من الايه الدرس ده. طب. هنيجي نبص مع بعض على جسم البينجوين. هو بالزبط عام زي جسم البطة. البينجوين بيعيش فين? انت عايز اتعرف ان البينجوين بيعيش في الانتارتيك. فين البولر كلايمت? التقس الايه? اه التقس القطبي. مناخ قطبي. ساعة جدا. جسمه شبه جسم البطة. يعني ايه? يعني كفرد ويز. دينس فيزر. الحتة دي كده دينس فيزر يعني دينس فيزر يعني ريش سميك. يبقى بادي. يبقى البينجوين شكله شبه البطة. صدره الحتة قداما ايه البادي. عبارة عن ايه? دينس فيزر. اجين? يبقى انت تحفظ الكلمة دي. دينس فيزر. يعني يا مستر انا لما اجي اه اذاكر الدرس امسك وراء او قلم. امسك انا امسك القلم بتاعك واضعها اتخطط معي. البينجوين اهم حاجة اعرف ايه في البينجوين. عايش فين? ايه? انتارتيك. عايش فين? انتارتيك. ده اول حاجة عايش. طب بادي جسمه ايه? دينس فيزر. دينس فيزر. جسمه مغطى بريش سميك. او ريش كتير. ليه? اجين? تو كيب بادي وورم. تو كيب بادي وورم. خلاص? يبقى المنطقة بتاعة السدر دي اللي هي البادي الحتة دي اللي انا معلم عليها دي كده ايه المنطقة دي. ما لها? دينس فيزر. ليه عنده دينس فيزر? كيب بادي وورم. اجين ها. كيب بادي وورم. علشان يدفي ايه جسمه. الفيت. مهم قوي بقى الفيت دي بقى. مهم قوي. الفيت بتاعته ما عندهاش ايه? ما عندهاش فيزر. ما احنا قولنا هو البينجوين شبه البطة بالزبط. البطة على الرجلها في شريش. والبينجوين. طب هو عايش فين? عايش في الانترتيك. ماشي? طب ازاي بيقف بقى على التلج ومش همه? بيعمل ايه ده? لبس في رجله كدشي مسلا? لا طبعة. طب هنعرف بقى ان البينجوين ده ببساطة كده. بص المنظر ده اللي قدامك. في عنده عروق. انت عندك في جسمك في حاجة اسمه عروق. لو انت بصيت على ايدك وانت مشاغل الفيديو كده. هتلاقي في ايدك في عروق اسمها بلوت فيزلز. العروق دي في منها عند البينجوين. فالبينجوين بيعمل ايه? البينجوين جسمه من فوق سخت. فبينزل الهوت بلد الدم السخت. بينزل من فوق لتحت. فيدفي ايه? فيدفي رجله. يبقى حاجبها كده بص. هبصلك حاجبها من هنا كده. ايوة. يبقى البينجوين عنده هنا البلد الدم. دم. دم كتير. هت ولا مش هت? هت. فينزل من فوق. ينزل على ايه? على تحت. يبقى هوت بلد جو داون. فيدفي رجله. ويطلع الدم السقع. يطلع على فوق. يتدفى وينزل تاني. فهمتوا الفكرة? يبقى يقول لك كده. هاو كان زا بنجوين استاند اون ايس. ازاي بيقف على التالج? هتقول لي كده. ها? هت بلد جو داون. يلا. هت بلد جو داون. ينزل بلد فيزل. الدم السقع يطلع فوق. يتدفق وينزل تاني. يقول لها تاني. ها. هت بلد جو داون. الدم السخن بنزل ايه? تحت. دي اللعبة بتاعت مين? بتاعت البنجوين. بمنتهى البساطة. هتحفظ ايه? مش عايب احفظ زي يا مستر احفظ دي. هتقول لي كده. بص هقول لك احفظ زي. هقول لك ان ماله. تمام? في حاجة صعبة? يبقى هنا ايه? موفينج. بيتحرك. خلاص? ماشي? عايز اعلمنك عليها? اعلمنك عليها. بص علمنك عليها فين? اهو. علم معنى دي. الحتة ديت. استنى كده اجيبها لك. عايز اجيبها لك من الكتاب. هو بيقول لك ايه? هنا في حتة بولة كويسة جدا. الحتة ديت. ان هي بيقول لك بلود فيزلز تكاري بلود فيزلز تكاري بلود فيزلز تكاري بلود. بلود فيزلز. انت اكتب معي هو يعني انا هنا لخصت لك الجزء ده. بدل ما تكتب كل ده لو قال لك يعني ازاي رجل البينجوين بتساعده ان هو يعيش. هتقول لي كده. تاني. تاني. يعني دم السخ نزل تحت ودم الساقة طلع لفوق. وهكزا. زي السخان. السخان بيدخل له مية ساعة بيننزل مية ايه? سخنة. تمام? انا مش عايز اطول عليكم. يعني عايز اديك جزء صغير عشان تعرف تفهمه وتحفظه. وبعد كده اديك جزء تاني. ماشي? طب. هناخد بس هنا حتة صغيرة. اللي هو مين? يبقى انا كده ايه خدت الجزء برضو اللي هو ليه علاقة بالتلج. اللي هو الانترتيج. البولر بير ده عسل جدا. البولر بير عايش فين في طب جسمه مغطى بايه? بفرو سميك. تاني. يبقى عايش فين? عايش في طب وجسمه مغطى بايه? اه? اه? اعلم لك عليه. يبقى انا عايز احفظ البولر بير? عايش فين? طب جسمه مغطى بايه? ليه عنده? طب ليه ايه هو ابيض? قال لك عشان ايه 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 يبقى هو كده ايه متخفي? وينقض على فرط. خلاص? ماشي? يبقى 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 يقولك الفروة البيضة. بتساعدنه ايه? يعني بلند يعني استخبى وينقض على فرستو. تاني يا مستر. يجي يقولك كده اه اه ممكن تقولي كلمة واحدة بس. عارف ايه هي? هاخدها كمان شوية. عشان يعمل كاموفلاج. واحد يقولي عنده فروة بيضة. يعني هعلمك عليها تاني. اهي. يستخبى فين? في التلج. ما هو الابيض هستخبى وسط التلج. وعنده كمان ده عشان عشان يدفي جسمه. يبقى ده مين ده? طب او اللي اتنه دول عايشين فين? عايشين في الفورست. يبقى كلهم دول قريب. مش انت لك قريبك مسلا ايه اللي هما مسافرين قاعدين في السعودية واللي قاعد في دبي هو كده. البولار بير ده عايش فين? عايش فيه طب هو قريبه في قريبه واسمه براون عايش فين? عايش في الفورست. ومين قاعد معاه? البلاك. طب ليه عندهم دارك فير? ليه عندهم فروة غمقة علشان يستخبوا ما هو الشجر لونه غامق. فهمت الفكرة? كل واحد ليه لون? عشان يستخبى في البيئة بتاعته. يبقى البولار بير هايد ان سنو. طب والبراون والبلاك هايد ان ديزرت. هايد ان فورست قصدي هايد ان ايه? ان فورست خبف الغابة. اوكي? هنقف لحد هنا عشان ما نطولش. ان شاء الله المرة الجاية هنكمل وبعد ما نكمل الجزء اللي فاضل هنحل مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة